انتاج 10 ألاف شجيرة سنويا في شوبة الأرقانة خطوة استراتيجية قطعتها مصالح الغابات بولاية مستغانة في هذه السنة لدينا انتاج حوالي 3500 شجيرة أرقان وهي وجدة وفيه تعبئة وغرس حوالي 7 ألاف شجرة أرقان يعني بطاقة انتاج سنويا 10 ألاف شجيرة من أرقان الاستثمار في الجهود المحلية بتطوير هذه الشعبة من خلال تبني عملية انتاج البدور وإعادة غرسها لتوسيع المساحة المغروسة على مستوى تمد محطات كما يعلم الجميع أن ولاية مستغانة عندها خصوصية فيما يخص انتاج بودور الأرقان بحيث أن جميع الانتاج الشتالات التي رمعنا هنا في المشتلة هم يعني بودور أصلية من ولاية مستغانة إذن نحن نحاول على أساس أننا نوسع في غرس هذه الشجرة أشواط قطعتها هذه الشعبة على مستوى الولاية لتتحول إلى مصدر للعديد من الولايات التي بشرت عملية التجارب تطوير هذه الشعبة بحيث أننا عنا سنويا نخصص قدر من هذه الشجيرات للمحافظات المجاورة نذكر على سبيل المثال نعامة، بالعباس، سعيدة، غيليزان حتى من نتيزة والزورة نحن نجاو الدوة والدوة علينا البودور والدوة علينا الشتالات إذن هذا هو المغزى التي نحن هي تطوير هذه الشعبة التطلع إلى إنتاج 45 ألف شجيرة أفقى 2027 مخطط يندرج دمن استراتيجية رئيس الجمهورية الذي أكد على تطوير هذه الشعبة نظرا لأهميتها الاقتصادية